السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم بريب تو عاملين ايه? اه يارب تكونوا بخير. اه وصحة. هنستكمل مع بعض احداث قصة كفاح شعب مصر. النهاردة هناخد الفصل الثالث. اه بس قبل ما نبدأ فيه انا حب ان احنا نسترجع مع بعض اه اخدنا ايه في الفصل اللي فات. اه اتكلمنا في الفصل اللي فات عن انهيار دولة اصور. وكانت الوريس لها هي اه دولة الفورس. اه وهجوم قنبيز على مصر ومواجهة المصريين اه له. ولجأ للخديعة والمكر والمكيدة اللي قدر بيهم انه هو يدخل منف ويهزم ابس متك. والمصريون لم يخضعوا اه ولم يستكينوا ولكنهم قدروا ان هما يترضوا زليلا اه خارج البلاد. فاصلنا النهار ده بعنوان مصر خالدة على مر الزمن. جاء المستعمرون الى مصر لاحتلال ارضها ونهب خيراتها واستعباد اهلها كمان علشان يحطموا كيانها ووجودها. فما لانت مصر وما رضي شعبها وما خضعت وما استكان او استتلم اهلها. بل وقفوا في وجه الغداء وقفت رجل واحد. جاء الصربيون من اوروبا يوجهون حملاتهم على الشام واسيا الصغرى وظلت اه ضرباتهم تتوالى في شدة وقوة قرابة اه قرنين من زمان. وقرنا عندي مئة عام. يعني كده هما فضلوا مئتين عام. بعد كده كانوا فاكرين او انفسهم ان هما يقدروا ان هما يهزموا مصر زي لما هزموا غيرها قبل كده. لكن طبعا اه شجاعت المصريين اه وايمان ابنائها وعزيمت رجالها افسدت عليهم كل شيء. اه واقف شعبنا في عزم وفي ارادة واسرار امام اسراب الصنيين التي جاءت من بريطانيا وفرنسا والنمسا ومن كل مكان في اوروبا. اه واقف اه شعبنا في الوقت ده صفوا واحد وحمل عليهم حملة اه رجل واحد اه ومع انهم كانوا جايين لقتلنا الا ان صلاح الدين الايوبي كان شاهم والنبيل جدا في معاملته مع الصلبيين. اه وحينما فتح الله عليه بيت المغدس سنة خمسمائة تلاتة وتمانين هجريا كان بيعاملهم معاملة حسنة. يبقى هنا عندي صلاح الدين الايوبي ادري ان هو يحرر القدس من احتلال الصلبيين اه لها سنة خمسمائة تلاتة وتمانين هجريا. لما حررها صلاح الدين الايوبي عامل اصراهم معاملة اه حسنة وكان بيدفع الغرامة الحربية عن فقرائهم وكان بيعفي اه منها نساءهم واطفالهم اه كمان علمهم كيف يقاتل في شهامة ونبل اه وفي احدى المعارك اه فقدت امرأة مسيحية طفلها فذهبت الى صلاح الدين تبكي وتصرخ وتروي له قصة طفلها. فرق قلب صلاح الدين وطلب بالبحث عن الطفل في كل مكان حتى عصر عليه وسلمه لامه. قائلا اننا نحارب قوما طلبوا حربنا ولسنا نحارب النبلة والانسانية. الموقف ده بيبين لنا ايه? بيبين لنا ان صلاح الدين بيحافظ على حقوق الطفولة والامومة حتى لو كانوا اه من اعدائنا. اه والقصة دي تكشف لنا ان شعبنا يحب للسلام بيسالم من يسالمه وبيعادي من وازا حارب فله تقاليد انسانية نبيلة وما بنستغناش عنها. بعد لما صلاح الدين الايوبي هزم آآ جيش الصنبيين هزيمة مذكرة في موقع بحطين الصنبيون ارادوا ان هم اثقروا منه آآ بسبب طبعا هزيمة التاريخية الكبرى اللي حصبت بهم. فجهز لويس التاسع وده كان ملك آآ فرنسا جهز حملة صنبية جديدة لغزو الشرق مرة تانية. الحملة دي لما جات آآ كان على رأسها آآ مالك فرنسا اللي هو لويس التاسع قدرت ان هي تستولي على ضميات وفضلت فيها آآ آآ تتة آآ آآ اشهر كان لويس يستكمل فيها معدات حملته قبل استقناف زحفه. فما كان من المصريين الا ان جمعوا شملهم هو احدوا امرهم منتظرين ساعة القتال آآ آآ والجهز. في الوقت ده اللي كان فيه الجيش الصليبي يستعد علشان آآ يزحف على المنصورة توفي الملك الصالح آآ آآ نجم الدين ايوب. وده كان ملك البلاد في الوقت ده. فعظم آآ آآ الخطب على زوجته. بالنسبة لها كانت مصيبة ان الملك آآ آآ يموت في الوقت زي ده. آآ آآ وكان آآ لان ده كان بالنسبة لها في وقت شديد وقت عصيب. قررت آآ شجرة در ان هي تكتم نبأ وفاة السلطان عن الناس كلها. ومحدش يعرف بيه خالص. وان هي اللي تنهض آآ بتصريف شؤون الملك وبالتدبير آآ 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 امر الحرب. وكمان اصدار الاوامر باسم زوجها الى قيادة الجيش لقايد لما يرجع تران شا ويرس العرش من غيابه. واعلنت في الوقت ده ان الملك مارين ما يقدرش يستقبل اي حج خالص. بدأت آآ آآ المعلاقة الكبرى اللي اشترك فيها الشعب والجيش وخرج فيها ابناء المنصورة رجال وصغار وحاربونا ملك فرنسا وجنوده في الشوارع وفي الطلقات ومن فوق المنازل بعد طبعا لما تحصنوا جوه المزينة وآآ آآ وعملوا آآ آآ حواجز ومتاريس علشان تعرقل العدو. قدر الشعب المصري وقدر جيشنا انه هو يهزم الجيش الفرنسي هزيمة منكرة وتم القبض على آآ لويس التاسع ملك فرنسا وآمرت شجر الدور في الوقت ده ان هو يتسجن في دور ابن الوقمان في المنصورة. بعد كده آآ تم اخلاق آآ سبيله بعد لما دفع آآ غرامة آآ وفدية جبيرة جدا تعويض على اللي حصل آآ واللي جنوده اتببه فيه من تدمير وتخريب في البلاد. اللي حصل مع الصالبيين حصل مع المغول. طيب مين هم المغول الاول? المغول دولة قوم استوطنوا بلاد منغولية شمال الصين وقعدوا يحاربوا في امبراطورية الصين ويلتهمونها جزء بعد جزء. المغول في القرن آآ التلات عشر المينادي انتبقوا. واخذوا يدمرون حضارة العالم. طيب عملوا ايه? احنا اول حاجة عرفناها ان هم كانوا بيحاربوا للمغولية الصينية وقدروا ان هم ركن ركن يستولوا عليه. انطلقوا يندفعونا كالسيل الجارف جنوب الغد. تمام? استولوا على ايران من غير اي تعب ومن غير اي مشقة وراح قائدهم هلاكو ارسل الى الخليفة العباسي يطلق منه الخضوع والاستسلام. الخليفة العباسي ردهم آآ في كبرياء. ولما طبعا آآ عمل كده آآ انطلق المغول في جيشهم الجبار مكتسحين ارض العراق حتى وصلوا الى حدود بغداد. وبغداد في الوقت ده كانت آآ كعبة العلماء وضرة الاسلام. اطبقوا عليها من الشر ومن الغرب واخذوا يدمرون آآ البلاد ونصبوا آآ حولها المغانيق والمغانيق دي اللي هي حاجة كده آلة حربية آآ 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 كانت بيحطوا فيها الحضرة ويرموها آآ المسافات آآ 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 اخذوا ينصبون المغانيق حول البغداد واخذوا يقصفونها باستهام والصواعق لحد لما بغداد سلمت وانطلقوا فيها تدمير وتخريب بهدلوها خالص وانتهت بكده حياة الدولة العباسية نهاية مؤلمة بعد لما كانت عاشت خمس كورون كاملة وصلت فيها الحضارة العربية الاعلى مراتبها في الوقت ده الماغول لم يقنعوا بذلك فليستولوا كمان على الشام بس من غير عناء من غير تعب ومن غير مشقة ومنهومة واصبح سلطانهم يمتد من قلب الصين لحد حدود مصر اقتربت يوش الماغول من مصرين الحبيبة لتدك ابوابها دقا عنيفا شديدا من غير رحمة ولا شفاء جم لينا وكانوا فاكرين ان مصر هتستسلم ليهم كما سلمت غيرها من البلدان في الوقت ده حتتحقق ليهم السيادة على الشرق العربي كله لكن طبعا شعبنا ابا ان يغضع او يليم ابا ان هو يستسلم ويسلم وعزم على ان يقف في وجه هؤلاء الغزاة في عزم وقوة وامان وكان في الوقت ده قائدهم وزعيمهم هو قدس كان قدس حاكم البلاد في الوقت ده اللي قاعد يعد نفسه ويجهزها للجهاد الشاق المرير خرج قدس على رأس الجيش وكان طبعا تتقدمهم الطبول وتنفخ امامهم الابواق وجنود مصر كلها متحفزة عندها حماس شديد جدا 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 للقاء هؤلاء الغزاة وفي قلوبهم حمية وفي نفسهم حماس شديد علشان يقدروا ان هما يقضوا على هؤلاء الغزاة اللي طبعا كانوا زي ما بيقولوا كده بيقضوا على الاخضر واليابس وبيدمروا اي مكان بيدخلوا الجيشان طبعا احتشد الجيشان كل واحد فيهم كان بيقاب بيواجهة تاني وقرعت الطبول ونفخة الابواق وكتبت لقرية عين جالوت ان تشهد استراع العنيف الذي لا يحدد مصير مصر واحدها بل كمان كان بيحدد مصير العالم المتمدن كله من تدمير المغول ليه استضمت فرسان المغول للطائرة بالجنود المشاء المصريين الراسخة الاقدام وعندما ضغط المغول على قلب الجيش نفذت قطة التظاهر بالانقصار والفرار وهم هنا كانوا طبعا متفقين كدوس كان متفق مع الجيش ان هما هتظهروا قدام المغول بان هما ايه تدوا ينهزموا فحدثت الصغرة والصغرة دي اللي هي كده زي فتحة في الجبل اندفع اليها المغول بقوة كانوا فاكرين طبعا المغول ان هما خلاص ادروا ان هما يهزموا المصريين فاول ما حصلت الصغرة دي في جيش المصريين اندفع اليها المغول بقوة حتى قطعوا مسافة مناسبة المسافة اللي كان قطس عايزهم يدخلوها ولما حانت اللحظة الحاسمة عاد الفارون الناس اللي هربوا عملوا نفسهم انهم انهزموا هربوا من جيش المصري اول ما جاءت اللحظة المناسبة رجعوا تاني بسرعة مبادر السلطان الى استقناف الهجوم بعز مراسق وهو يصيح واه اسلاماه واه اسلاماه وايدته قوات الجانبين بشدة وعرف فاختل توازن المغول وانفصلت صفوفهم ورجعوا تاني وانتدوا نحو التلال القريبة وهنا حل دول الفرسان الفرسان كان بقيادة بيبرس انقض عليهم الامير بيبرس بفرسانه وسط قرع الطبول القاصف شديد الصوت وارتفع الهتاف الله اكبر الله اكبر من بين الصفوف كالرعد يشق عنان السماء واستمرت المعركة من الصباح حتى الظهر ووجد المغول انفسهم ولقون الضربات الواحدة بعد الاخرى دون رحمة او شفقة ولم يتوانى قدس ولم يخسر بعد ذلك عن مطارات الجيش المغولي المهزوم فقدر يطاردهم لحد لما طهر منهم ارض الشام لقد كان يوم عين جلود يوم مجيد كان يوما خالدا لا في تاريخ مصر وحدها بل في تاريخ العالم كله والمدنية بأسرها لقد كان هذا السيل المغولي المدمر ينذر بالخراب والدمار كل مكان حل به ولولا ان شعب مصر آمن بنفسه ووقف في وجه المغول لندفعوا الى الغرب والى الاندلس والى اوروبا مخربين ومدمرين كل مكان كده انهزم الضغاة وتحطم البغاة وتشتت شمل الغتاء وكانت مصر مكبرة للصليبيين والمغول بكده انتهى الفصل بتاعنا ودي الاسئلة اللي موجودة عندكم في البوكلت آآ كلها مهمة جدا آآ في هنا سؤال بتاع آآ نبص كده مع بعض على السؤال آآ رقم ستة كان صلاح الدين يحافظ على حقوق الامومة والطفولة حتى لو كانوا من الاعداء ده اللي على ذلك او ممكن يجي يقولك ان وضح وضح موقف يدل على شهامة النبل آآ صلاح الدين في معاملة الاعداء احنا هنتكلم على الموقف مع آآ المرأة المسيحية اللي كانت جات آآ تصرخ وتتكي بسبب انها فقدت ابنها وهو في الوقت ده امر صلاح الدين بالبحث عن الطفل ولقوه فعلا ورده تاني آآ لامه آآ طيب آآ ممكن كمان يجي لك آآ سؤال آآ يقول لك آآ آآ ماذا تعرف عن الماغول هنقول بقى ان هما آآ جماعة آآ جاين مستوطنين آآ من غوليا وهنحكي عنهم زي ما قلنا ايه في الفصل كله طيب آآ يجي ممكن سؤال برضو مهم هنا يقول لك آآ ما الذي كان يعتقد الماغول عندما اقتربوا من النصر كانوا فاكرين ايه كده وفاكرين ان هما يقدروا ان هما يستولوا على مصر زي ايه زي زي غير دمتم في رعاية الله